يوسف امت عرفت ولما ابتديت بقى ابتديت ازاي يعني ابتديت ازاي ابتديت من اين اكيد ما ابتديتش من السناديقية كانت هي تجربة قابليها حتى لو بينك وبالنفسك مش لازم تكون شافت النور اه يعني انا بدأت الكتابة اه وانا عندي 17 سنة تقريبا 17 سنة اه كنت يعني بعد زي ما اقولت ان هو بعد قراءات كتيرة في اكتر من في الادب الكلاسي تحديدا يعني نجيب محفوظ وجمال غطاني طاحتين تفويل حكيم الناس دول كلهم حلو اه كنت وبالذات نجيب محفوظ كنت متأثر جدا بلغته وبأسلوبه وكمان هو بيتكلم عن عالم انا عايش فيه وشايفه فابتديت ان انا عاوز اعمل زي ما هو بيعمل بس بشكل حداثي اكتر او بالشكل اللي انا شايفه مع مرور الزمن عشرين تلاتة وعشرين يعني احنا بنتكلم عن زمن مختلف بنتكلم عن عصر مختلف بنتكلم عن كاتب مختلف ما هو انت كاتب شاب النهاردة اكيد طريقتك اكيد اسلوبك اكيد معاييرك اللغوية مختلفة في طريق تعبيرك عن الكلام وعن الحكاية اللي انت عايز تقولها فاحنا بنتكلم عن نيو فرجن زي ما بنقول كده على طول او عن اسلوب مختلف واسلوب جديدة نسخة جديدة انت انت نسخة جديدة انت نسخة عشرين تلاتة وعشرين بالضبط بس هو اكيد يعني انا مثلا تعلمت من مجيب محفوظ وده طبعا نظار في السندقية ان هو ان هو مثلا لما كتب عن زوال مدأ هو تقدر يعبر عن نماذج انسانية كتير جدا انا قدر يعبر عن انسان في كل الدنيا بدليل مثلا ان الرواية تحولت لفيلم مكسيكي يعني فيلم بيعبر عن نماذج انسانية عيشة في كرة تانية خالص طبعا فانت تعلمت منه زي ان انت تعبري عن حاجة كتيرة جدا من خلال مكان محدود جدا او مكان قد يمر عليه الانسان دون ان يراه او دون ان يلتفت اليه كذكاك يعني لا يتعدى الانطار بس خرج من ده معاني كتير جدا وخرج من ده رسال كتيرة جدا تعال نعرف المشاهد ايه يا الصلادقية السندقية بتتكلم عن ايه عن حي ايه اتكلمت فيها ايه المواضيع اللي كانت تهمة كانت تتكلم فيها مثلت ازاي الحي اللي انت تكلمت عنه او المنطقة اللي انت تكلمت عنه من خلال روايتك ايه هو الصلادقية دوت اسم حارة في حي الجمالية هي زي ما قلت هي الحارة اللي فيها زوال المدأ وكان فيها بيت او لسه فيها بيت المؤرخ الجبرتي ايه هي موقع الحارة يعني تاريخيا كان فارد عليها انها تبقى شاهدة على كتير من الاحداث التاريخية وغيره بس في الرواية هي الرواية بتبدأ باختفاء امام مسجد الاشر برسيباي اللي هو يعتبر مقابل للحارة بعد اختفاء الشيخ دوت هو اختفاء مريب يعني ما حدش عارفه اختفى ليه بعد الاختفاء ده بيتم حكي او سرد حكايات الاشخاص اللي هو الشيخ ده تعامل معهم طوال فترة اقامته في الحارة من خلال بقى حكايات الاشخاص دول بنحاول ان احنا نتأمل ونعيد كراءة تاريخ مصر اخر سبعين سنة ونقف قدام المحطات المهمة اخر سبعين سنة زي صورة يوليو او حرب اكتوبر والنكسة وما الى ذلك قولي يوسف مين هم ابطال روايتك بطل الرواية الرئيسي هو الشيخ مالك اللي هو بيختفي بيختفي بقي الشخصيات وما برضو شخصيات رئيسية بس اللي هو الرئيسي عندي هو الشيخ مالك اللي هو عشان بعدي بيتم تفجير بقية الحكايات ديت بقية الحكايات هي بحاول بقى اجسد بيها اكتر من قضية مثلا او سؤال او تساؤل معين فيه مثلا شخصية زي احمد السباعي دوت ده انا حاولت ان انا اشرح به مثلا بعض الازمات اللي ممكن تواجه الجيل بتاعي انا فيه شخصية اسمها حسين اصلان دوت حاولت ان انا عبر بيه عن سؤال الهوية نفسها البحث عن الهوية بتاعت البلد او الحضارة او ماي لذلك فيه شخصية زي فرج ابو سيف دوت النموذج المضاد او النموذج المغير لشخصية الشيخ مالك دوت اللي هو اللي بيراعي الخطاب التقليدي او السائد الخطاب المعتاد او الجماهيري اكتر جميل